اهلا بكم جديد مشاهدين خلينا نبتدي مجموعة من الاخبار والتقارير الموجودة معنا النهاردة السبت افتتح وزير الاوقاف ومحافظ المنوفية عدد من المساجد في محافظة المنوفية وخلال هذا الافتتاح اكد وزير الاوقاف ان قضية تنظيم النسلة من المتغيرات وليست من الثوابت الشرعية وتدخل في عمق تجديد الخطاب الديني ولا تقاس بقدرات الافراد منفردة غير منفصلة عن قدرة الدولة خلونا نشوف المزيد في هذا التقرير على مساحة اربعمائة متر وبتكلفة تقدر بثلاثة ملايين جنيه وزير الاوقاف ومحافظ المنوفية وعدد من المسؤولين يفتتحون مسجد عصمة السادات عقب تجديده وسط حضور مكثف من ابناء قرية ميتابولكوم مسقط رأس الزعيم الراحل انور السادات نحن في مسجد مسقط رأس الرئيس الراحل محمد انور السادات كل من قدم للوطن الوطن ينظر اليه بعين التقدير ما جئنا اليوم مع السادة المحافظ اضافة الى ما نقوم به اصلا في رسالتنا الطبيعية يحمل اكتر من رسالة رسالة بالاهتمام بالمساجد وهذه رسالتنا الاولى ايضا رسالة الوفاء لكل من اعطى لهذا الوطن فالوطن لا ينسى ابناء والاوفياء مهما تعاقبت الاجيال وافتتاح النهاردة المسجد وتطوير مسجد المرحوم عصمة السادات بيشرفنا دايما معادي الوزير وبنورنا في المحافظة وبيلبي كل طلبات المحافظة والنهاردة عربت عليه مشكلة مسجد سيد خميس لبى تماما هذا الطلب ويكلم الوزارة وباذن الله سيتم العمل في مسجد سيد خميس الاسبوع اللي جاي ان شاء الله باذن الله طبعا المسجد ده بنشكر القائمين على هذا المسجد وعلى تطويره ابناء السادات حرصوا على المشاركة في افتتاح المسجد الذي يحمل اسم احد افراد العائلة معربين عن سعادتهم بافتتاح بيت من بيوت الله ليكون صرحا دينيا وتنويريا لأهالي القرية هذا المبنى اتعمل بفضل من الجهود الذاتية من اهل مركز تالا والشهداء واهل منطقة الجامع نفسه عايز اقول لحضرتك كل الناس شاركت جميع الاسر واهالي منطقة ميتابولكوم وطوخ دلكا وكل المنطقة اللي جنبنا شاركوا في هذا العمل الناجح الجميل بيت بين بيوت الله كله خد السواب احلال وتجديد بناء وتشهيد ضرب وزارة الاوقاف خلال الفترة الماضية في المساجد وعلى الضرب تسيير الفترة الحالية والقادمة وكم الافتتاحات ابلغ دليل من محافظة المنفية ولدهيكل النيل بتتواصل اعمال وفعليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتقليدية وده في نسخته الحادية والستين وهذا المعرض بيظهر الموروث التاريخي والثقافي والحضاري لمنتجات المحافظات المصرية المختلفة المعرض تم افتتاحه 15 فبراير الجاري ومستمر لحد يوم 25 من شهر فبراير الحالي وايضا فيه بيفتح من الساعة 10 صباحا وحتى العشرة مساءا طبعا فيه توفير لأكتر من وسيلة مواصلات على هذا النحو للذهاب الى هذا المعرض فيه برضو اوتوبيسات بتروح من شارع 9 في المعادي او من عند نادي هليوبلس الرياضي بالاضافة الى ايضا اوتوبيسات بتروح من وسط البلد من جراش التحرير وايضا من ميدان لبنان خلونا نشوف المزيد حول هذا المعرض اللي بتتبع قناة النيل الاخبار عبر تقارير يومية في سياق هذا التقرير في نسخة لحادية والستين يواصل معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية اعماله لليوم الخامس على التوالي تحت شعار مصر التكلم حرفي كل قطعة زي ما احنا شايفين حوالينا معمولة بحرفية شديدة وبإتقان شديد وده الحلو كمان في الموضوع ان اللي بيبيعوا الحاجات دي بيوصلوا لنا ده انا بحب بقصي ألوان اللي هي بتبقى الأزرق والأخضر والألوانات بتبقى داخله ببعض دي تحفة وبرضو في حاجة تانية عجبتني الخواتم اللي هي النحاس الخواتم النحاس والأنصيالات شكلها حلو جدا والحاجات البدوية تحفة شارك في المعرض عدد من منظمات المجتمع المدني التي تدعم ذوي الهمم بتدريبهم على الحرف اليدوية البسيطة لدمجهم في المجتمع كل المعرض دوت المفروض ان هو اصلا من انتاج ايديهم هما هما طبعا كل احنا المدرب كمدرب بيبقى معانا كذا طالب بعدين بندربهم على شغل يدوي بندربهم ادركهم ايه او مثلا مستوهم ايه في معرفة معينة بعدين بينتجهم زي ما احنا شايفين كده المنتجات بتاعتنا وعلى مساحة 2800 متر يشارك اكثر من 300 عارض بمنتجاتهم المتنوعة من المصنوعات الجلدية والخشبية والخزف والزجاج وكذلك التلي والانوال والمنتجات النوبية والسينوية احنا يعني مشهورين قوي بالاتقان في الشيء والالوان المميزة والتصميمات والرسومات المعينة بتاعت النوبة اكيد طبعا لما احنا بنشارك كل مرة في معرض بنبتجي نكتسب خبرة بنشوف الحاجات الجديدة هتلاقينا مندخل بقى حاجات في حاجات الوان زيادة في الوان تانية بحيث ان الحاجات تبقى مميزة وتتناسب بقى مع الرتم الجديد والنظام الجديد اول حاجة التلي ما كانش في حد خالص يعرفه كانت حاجة مش موجودة اصلا لحد بقى وقت معين بدأت ان الناس تعرف ايه التلي ده بس الاول بقى تعبنا لحد ما فهمنا الناس ان ده فضة حقيقي مش سهل خلص ان هو يتعمل لازم وقت وصبر عشان نعرف نكمل طرحة كاملة في طرحة بتقعد معنا سنة في طرحة تقعد ست شهور على حسب كمية الشغل اللي بتوقف الطرحة نفسها هذا ويأتي المعرض في نسخة الجديدة ليقدم تلك الحرف في صورة جديدة عصرية ومتطورة شكل معرض ديارنا مضحفا مفتوحا للحرف اليدوية والتقليدية فقدم المئات من العارضين منتجاتهم الحرفية التي تحكس الموروث الثقافي والحضاري لتمتزج الاصالة بالحداثة مع الاحتفاظ بالهوية القومية والموروث الثقافي من الاندثار احمد سعد الدين النيل كشفت دراسة علمية حديثة اجراها الدكتور زاهي حواث عالم الاثار والدكتور صحر سليم استاذة الاشعة بكلية الطب جامعة القاهرة عن ملابسات مقتل الملك سقنا راعة تاع الثاني وهو الملك الملقب بالشجاع خلونا نعرف التفاصيل والمزيد في هذا التقرير كشفت فحوصات بالاشعة المقطعية اسرارا جديدة حول ملابسات مقتل الفرعون سقنا راعة تاع الثاني الذي حكم مصر من طيبة او الاخصر حاليا قبل نحو 3600 عام ونشرت مجلة فرونتيرز العلمية نتائج فحوص اجرها عالم المصريات زاهي حواس بالاشتراك مع استاذة الاشعة بجامعة القاهرة الدكتور صحر سليم وقدم الباحثان تفسيرا جديدا لوفاة الفرعون المصري استنادا الى صور اشعة مقطعية ثنائية وثلاثية الابعاد لممياء الملك والتي اظهرت تشوهات في ذرعين تشير الى احتمال وقوعه في الاسر في ساحة المعركة ومن ثم تقييد يديه خلف ظهره مما اعجزه عن صد ضربات انهالت فوق رأسه ووجهه جميع الفرديات الخاصة بمقتل الفرعون سقنا تاع الثاني تم تحقق منها تماما تبين لنا ان الثرعون مات خلال حرب الهكسوسة حيث تم اسره من قبل الهكسوسة الاشعة كشفت ايضا عن اصابات دقيقة في الرأس كان المحنطون قد اخفوها بمهارة لم تستطع معها فحوص بالاشعة السينية اجريت على المبياء في ستينيات القرن الماضي اكتشافها خلونا نروح للاردن وتحديدا الى شوارع العاصمة عمان حيث خرج الاردنيون الى هذه الشوارع لتزحلق على التلال التي غطتها الثروق بعد ان تساقطت بغزارة الكبار شاركوا اطفالهم متعة الخروج في الطقس الذي لم يشهده الاردن منذ حوالي ست سنوات وقاموا بصنع اشكال على هيئة رجل الثلج في مشاهد بتبدد رتابة الحياة في ظل جائحة كورونا على صعيد اخر غطت اثلوج مدينتي الخليل ورمالة في الضفة الغربية المحتلة للمرة الاولى منذ سنوات وذلك بعد عصفة ثلجية نادرة ومن قطع الثلج المتساقطة نحتت الاسر مجسمات على شكل رجل الثلج في الشوارع شبه الخاوية مع اطفالها اللي بيشهدوا هذه الظاهرة الطبيعية لاول مرة في حياتهم حوالت سيارات قليلة التحرك وسط الضباب على الطرق المغطى بالجليد في شوارع بيت لحم التي عادة ما تضج بحرجة البشر والسيارات وايضا كست اثلوج برج الجرس الخاص بكنيسة المهد بيحتفل اليوم 20 فبراير عدد كبير من دول العالم والعديد ايضا من المنظمات وعلى رأسها الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية هذا اليوم بيوافق زي ما قلنا 20 فبراير من كل عام حيث تصدر هذه المنظمات بيانات تتحدث فيها عن اهمية العدالة الاجتماعية كما بيتم مناقشة الخطط لتحقيق هذه العدالة الاجتماعية من خلال السعي للقضاء على الفقر والتمييز والبطالة بيأتي احتفال هذا العام تحت شعار دعوة للعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي حيث يغير الاقتصاد الرقمي عالم العمل فعلى مدى العقد الماضي ادى التوسع في استخدام الانترنت والحوسابة الحسابية والبيانات الى انتشار المنصات الرقمية التي اخترقت بدورها العديد من القطاعات في الاقتصادات والمجتمعات ومنذ اواء العام 2020 ادت عواقب جائحة كورونا الى اعتماد ترتبات العمل عن بعد مما سمح بمواصلة العديد من الانشطة التجارية وهو ما عزز بدوره من نمو الاقتصاد الرقمي وتأثيره ايضا كشفت ازمة كورونا عن الفجوة الرقمية المتزايدة داخل البلدان المتقدمة والنامية وفيما بينها فقمت من تلك الازمة لا سيما فيما يتعلق باتاحة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقدر على تحمل تكلفتها بالاضافة الى خدمة الوصول الى الانترنت مما ادى الى تعميق اوجه التفاوت القائمة قدم علماء وكالة الفضاء والطيران الامريكية ناسا صورا مذهلة ومبكرة عن هبوط مركبة الفضاء الجوالة من بينها صورة ذاتية للمركبة ذات الست عجلات المتدلية فوق سطح الكوكب الاحمر قبل لحظات من الهبوط التقطت هذه الصورة الملونة من قبل كاميرا مثبتة على الرافعة سكاي التي تعمل بالطاقة الصاروخية والموجودة فوق الجوالة بير سيرفنس مباشرة مع هبوط المركبة الفضائية فوق كوكب المريخ دخل الرسام البريطاني ساشا جيفري موسوعة جينيس للارقام القياسية لتنفيذه اكبر لوحة قماشية فنية في العالم والتي اطلق عليها اسم رحلة الانسانية بلغت مساحتها اكتر من 17 الف قدم مربع بتعد هذه اللوحة اكبر مبادرة اجتماعية وفنية وخيرية عالمية وابتأتي في اطار المبادرة الخيرية الانسانية الملهمة التي تم اطلاقها برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بالامارات هذه المبادرة الخيرية بتهدف الى جمع 30 مليون دولار امريكي للمساهمة في تحقيق تغيير ايجابي في حياة الاطفال الاكثر احتياجا في العالم والاكثر تضرورا من اثار جائحة كورونا في المناطق الاكثر فقرا وبتأييد اكثر من 100 شخصية عالمية حتى الان نفذ الفنان العالمي ساشا جيفري لوحته رحلة الانسانية داخل منتجع بدبي وقام بتحويلها الى ستوديو رسم اذ امضى فيها سبعة اشهر ووصل العمل بواقع 20 ساعة يوميا مستخدما 1065 فرشة وستلاف وثلتمائة لتر من الطلاء لتنفيذ هذه اللوحة لم تجمد موجة قاسية البرودة اكتاحت ولاية تيكساس الامريكية اطراف السكان فحسب بل اثرت ايضا على الاف السلاحف البحرية التي لم تألف هذا الانقفاض الشديد في درجات الحرارة وفرت من المياه المتجمدة الى سواحل جزيرة ساوث بادري قبالة الساحل الجنوبي للولاية نقل متطوعون حوالي 4700 سلحفة منها الى مركز للمؤتمرات حيث قاموا بوضعها في احواض الى حين اطلقها مجددا في المياه عندما تصبح اكثر دفئا قالت ويندي نايت المديرة التنفيذية لمركز ابحاث وحماية السلاحف البحرية الذي يساهم في جهود الانقاذ انه حدث غير مسبوك واضفت ان المياه تجرف عادة ما بين 100 الى 500 سلحفة الى سواحل جنوب تيكساس كل شتاء حصلت الافيال في حديقة حيوان ريت بارك بمدينة توكسون بولاية اريزونا الامريكية على يوم ثلج نادر فقد تدحرج صغير الفيل الذي يطلق عليه اسم بنزي في الثلوج مع اخته الكبرى وهذا نادرا ما تشهد مدينة توكسون التي تقع في ولاية اريزونا الجنوبية سقوطا للثليج بعد ما شهدنا خلال الايام الماضية حالة من عدم الاستقرار في حالة التقص يتوقع خبراء هاية الارصاد الجوية ان يسود البلاد اليوم تقص معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء الخبراء قالوا أيضا أنه من المتوقع أن تكون حركة الرياح معتدلة على الأنحاء كافة مشيرين إلى أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار دي كانت مجموعة من الأخبار والتقارير الموجودة معنا النهاردة مشاهدين الكرام بعد الفاصل مجموعة من الأخبار والعنوين اللي حازت على اهتمام الصحافة المصرية هتقدمها ألاء حامد إلى اللقاء